اهلا بكم مشاهدين الكرام في موجز الاخبار من التلفزيون المصري موجز الثالثة عصرا من القاهرة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الانتاج لتوليد الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع استعرض المشروعات القومية في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والجديدة ووجه في هذا الاطار الرئيس بتعزيز الجهود وذلك في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب كما تناول الاجتماع استعرض التدرج الزمني لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة فضلا عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسالا فاندرلين وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والتنصيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وكذلك الأمن الغذائي تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأعلى من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 130 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 171 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال الـ 24 ساعة الماضية تشمل المضبوطات أكثر من 138 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى ضبط قرابة 19 طن في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما أعلنت الوزارة ضبط 226 قضية من بينها 106 قضايا خبز ناقص الوزن و 64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وكذلك في مجال قضايا المخابز انتهى موجز الثالث عصرا من القرارة شكرا لطيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة